غياب التقدم لحد الآن في ظل الحالة الاستثنائية شنو اللي يقلق اليوم وشنو اللي يثير مخاوف اتلاف سمود شكراً هو في الحقيقة هو معناها فهم نوع من القلق لأنه كما توا كنا نسمعون معناها فهم التململ وحنا قلناه في البيانة نتاعنا فهم التململ من الطبقة السياسية بعد مرور أكثر من 50 يوم من 25 جويل يعني من إجراءات اللي يخذها رئيس الجمهورية معناها بتفعيل فصل 80 بطريقة معناها أثارت عديد كثير من الجدل ولكن في الواقع زادة قبلت باترحاب واسع من طبقات الشعب التونسي ما يزمناش ننسيه في ساعة أنه قبل 25 جويل كيفاش كانت الوضعية كنا نعيش نوع من التعطل التام في أجهزة الدولة كنا نعيش نوع من إحباط كبير من أجزاء كبيرة حال تعطالة كانت في أجهزة الدولة وكنا نعيش وزاد نوع من الأحباط معناها بالطريقة اللي كانت الحكومة السابقة حكومة هشام المشيشي تدير بها في الدولة نتذكر الكوفيد والوضعية اللي كانت فيها البلاد نتذكر الأوضاع الاقتصادية المتردية وزيد على ذلك أنه تعطيل كامل ومعناها تجاذبات كبيرة تخلي أنه معناها تقريبا أن الدولة لكلها نحس أنه الأجهزة نتاحها معطلة وفي تجاذبات كبيرة وفي تطاحن حتى نجم نقوله رئيس الجمهورية أنهى الوضعية هذه بتفعيل الفصل 80 انتظارات كبيرة شعب تونسي ينتظر في برشة حاجات ونحن في البيانة نتاعنا ذكرنا ستة نقاط اللي هي معناها انتظارات كبيرة نحن حبينا الحقيقة نعرف أنه في 25 جوليا فما العديد من الأصوات اللي تعاليت فما أصوات كما كنا نسمعه وفما نوع من الشعبوية وفما نوع من وضع كل الناس على نفس المسافة والناس كل في نفس السلة والأحزاب لكل خايبين والإعلام خايب ورجال العمال لكل خايبين وهذا بالنسبة لنا احنا بلنا خطير ولكن احنا كنا موجودين في 25 جوليا كنا موجودين في التحركات وحتى أقبل في التحركات أنت تعرف جهاني سترعيدني في جانفي في فيفري تحركة الاجتماعية ثم تحركات من أجل المسائل الحقوقية والقانونية وهو مسار كامل البداية من الاختيارة السياسية من قبل حتى يعني من وقت الطبقة الحاكمة وأساسا حركة النهضة لأنه هي على مداهل 10 سنين هي تقريبا القسم المشترك وتقريبا هي اللي أكثر خلينا نقوله جزرت في مفاصل الدولة وجزرت في معناها القيادات معناها الحكومة أكثر حزب حكم من منذ ثورة وقت لتحركت الناس تحركت على مدى مجتمع المدني خاصة ولكن نذكروا الاتحاد عام تنسي لشغل المنظمات الرابطة إلى خيره وإحنا كأتي لفصمود كنا موجودين في كل التحركات ودعينا لتحركات وقمنا بندوات وكنا راهي المنظومة هذه دستورة 2014 اللي جاءت بها يعني دستورة 2014 بنظامه السياسي وحتى النظام الانتخابي قالوا لحزاب الجمعية يعني كل الهيئة الدستورية والطريقة اللي يستير بها اختيارهم وأنهم يدخلوا في التجاذبة السياسية ويكونوا طرف في التجاذبة السياسية في الحال أنهم يجبوا يكونوا يعني يعني خلينا نقوله سلطة مضادة يعني اللي هي تخلق نوع من التوازن وهذه الدموقراطية الحديثة ولكن الطريقة اللي صار بها الاختيار والتعطيل اللي صار يعني في تركيز المحكمة الدستورية ثم في تركيز بقية الهيئات الدستورية اللي نذكر أنه فما حتى هيئات حتى القانون الأساسي انتاحهم ملتوى ما زال ما تعملش يعني وكأنه النظام السياسي اللي أريد له أن معناها يتنفذ من 2014 ما تنفذش تعطل وخلق تعطيل فتعطيل دونك فما انسولاج مو يعني فما ارتياح وقت لي الرئيس نحن نشكرنا قلنا احنا في تلف سمود نحب نكون صوت الصوت العقلاني في مطالب 25 جويل نحب مطالب عقلانية بوابناها في ستة نقاط مكافحة الفساد بأنواعه وصحيح أن الرئيس عمل في الفترة هذه محاولات خلينا نقوله ميدانية ولكن نذكر أنه هو في يده طوى يعني السلطة التشعية التنفيذية يعني نجم يمشي بالمراسيم حتى في أسلاح المنظومة القانونية اللي هي خلق الفساد لأن الفساد رأيه هو نتيجة منظومة قانونية مع عقدة منظومة قانونية تشجع معنى الاقتصاد الرعي تشجع الفساد الرخص وفما طبقة كاملة اللي هي معنى مستفيدة من هذا النظام والله هي قربة من السلطة وليت معنى قريبة معنى هي معنى مصالحها مشتركة مع السلطة فما حماية هذا نحميني ونحميك 25 جويلة هي اعتبرناها فرصة لأننا ناضلوا من أجل مطالب 25 جويلة يمكننا عملت مطالبنا قاعدة هي نفسها وذلك عليش قلنا من أجل تحقيق مطالب 25 جويلة مطالب 25 جويلة جاء بها الشعب التونسي وينتظرها لليوم الشعب التونسي ولكن رئيس الجمهورية حذرتهم من مزيد عزلة رئيس الجمهورية وكأنه اعتراف ضمني في بيانكم إنه الرئيس في عزلة يعني هو هذا هو زادا علش هو في عزلة وانتم سندتوا يعني وأغلب الأطراف اليوم الوطنية وسياسية مساندة إجراءات 25 جويلة كقطع يعني مع ما قبل 25 جويلة هو احنا لا سندنا ولا جينا ضد هو كان لحظت من 25 جويلة أتي لابسوا موت أول بيان خرجوا أول موقف رسمي نهار ستة 15 سبتمبر يعني تقريبا 50 يوما بعد علش لأنه احنا حبينا المساندة هكا مبدئية خطر ديما فهم الواقع السياسي فهم النظري فهم الواقع الواقع أنه كانت فهمها السيطان دي بلوكاج جاء الرئيس إلى كان لابد أن نلقطع مع هذه الوضعية بالنسبة لي نحنا دينا معه ولا نضد احنا معه مطالب 25 جويلة يعني كان نلقينا رئيس مشاف التوجه لي احنا في المطالب متاعنا فبش نكونوا موضوعيا معه مش معني احنا معه رئيس ولا ضده وكانوا مشان بعد نلقاه نلقاه مشاف في توجه لهو الضد يعني المطالب هذه مش نكونوا ضدوا يعني احنا معناش موقف معناها خلينا نقولوا استفاف مبدئي احنا مع مطالب 25 جوليا قرينا انه الرئيس استجاب في 25 جوليا الامور قاعدة تتطور احنا معناها نتابعه يعني شهد دمرتو في عزلة هذا من الاشياء اللي احنا حبينا نعمل تلميح لرئيس الجمهورية انه راه اليوم وكأنه رئيس الجمهورية يحب يصلح كل شيء في نفس الوقت وفي نفس وبنفس السرعة يعني ويعتبر انه كل انسان معناها تشوبه شائبة راوه ما نجمش نتعامل معاه ومشاه في الاقصى احنا نقوله ممكن هذي لانه الرئيس عنده معناها رغبة كبيرة في الاصلاح ولكن هذا راوه غير ممكن الوضعية معقدة فما قواء متمثلسة في البلاد فما لوبيات فما اقتصادية فما سياسية اجتماعية فما لوبيات حتى انتع ارهاب فما لوبيات انتع فساد سياسي دونك ما ننجموش نعملو كما نقولوا احنا تابلو غاز ونعاودو نبنيو مستحيل المسألة من تنجم تكون كان مسألة مرحلية الاهم قبل المهم فما ملفات حارقة فما منظومة فاسدة هكنا نبدأوا بالمرحلة بالمرحلة ولكن فما ناس موضوعيا من قبل 25 جويلة كما نذكر الاتحاد عام تنسي الشغل نذكر الحزاب كما حزب حركة الشعب الطائر الديموقراطي اللي هي موضوعيا ماشية مع رئيس من لول في فكرة محارف الفساد ماشية مع رئيس في فكرة أنه إيجا لو فما منظومة فاسدة يزمنها نحاولوا نتوقوها أنه نحدوا من قوتها ومن جوثومها خلينا نقوله نجمعه نوك يعني ولكن هو مع الأسف ماشية في مقاربة اللي هو فردية فردية نوعا ما ممكن متوجس ممكن خايف ولكن احنا نقوله وهذا يقلناه حتى من شو أخايف يعني خايف لحزاب لتسين دوم لا لا خايف يعني أنه لأنه تعرفني قلت لك فما منظومة 25 جويدة اللي هي تحب تقول لك وكأنه المنظومة لكل تحب ترحل ترحل وبش تبني حالة جديدة وهذا مختر على البلاد لأنه احنا عنا مكاسب نحن رأنا ما نجيناش اليوم بش نحلو تونس جديدة نحبو تونس تطور نحبوها تولي تونس بقيام جديدة تكون ديمقراطية فيها حق الإنسان فيها الحرية وفيها زادة الاقتصاد يمشي ويتحرك وفيها الديناميك بها ولكن هذا ما تنجم يصير يجب مرحلية يجب مراحل ثم معناها حاجات أكيدة اليوم كما نحكي على مسألة الفساد السياسي التي تعيشها في البلاد والذي ننتظر من القضاء أنه يتحرك يجب أن نذكر أنه ليس رئيس واحد رئيس اليوم ما عنده حتى دخل بالنسبة للسلطة القضائية القضائية لليوم ما مشيتش في مرحلة وبدأت تتحرك محكمة وحاسبات بعد تقريبا قداش من وقتاش تقريبا تسعة شهر عشر شهر بدأت اليوم تتحرك على أساس أنه الجرائم الانتخابية التي صارت في 2019 وتعرفوا أنتم أن القضايا هذه تتيح بالتقاد بعد ثلاث سنين يعني فما زاد القضاء نطلبوه أنه يكون في الفرصة لتونس الفرصة التي صارت لتونس أنه يكون هو بدو يتحرك ويكون في مستوى اللحظة التاريخية بشي صلح اللي صار ونرجع ونتعاملوا مع كل ملفات بنفس السرعة خطت تعرفوا أنتم تتذكروا القضاء أنه فما ملفات تخدم معناها في ساعات أخرى في الليل ويخرج للحكم وفما ملفات عندها سنين إذا يقدر وفما تغطية واضحة على بعض المجرمين وبعض الماريقين على القانون مراد فضل تفعل المهم اللي تكون تحدث فيه خاصة كيف أما أنا ربما نميز أنت تتحدث خطت فهم نيوانس خطت الناس يقولوا معا أحنا مش معا معا مطالب خمسة وشيزين هو معا القطع هو أغلب الأطراف السياسية والوطنية اليوم معا القطع معا الحالة العطالة اللي كانت تشهدها البلاد سيبعهم لازمنا نقدمه أما من بعد أغلب الأطراف تقول لك هل نشوف هل نطبع للأخر ما عطا أسكب شي تطبق المطالب وانتظارات الناس ولا لهناء يعني نشوف ربما الأقرب أنك تستعمل نحن نعمل في براغماتية خير من انتصام العقلينية خطر العقلينية تطلب أن يكون عندك موقف رسولي الواضح وتمشي فيه لأخر وقت أنت توا براغماتية أكثر منه عقلينية لأن كنت تتفاعل مع 25 المطالب عقلينية نحن لدينا مطالب عقلينية بمعنى مطالب حقيقة لكن سلوك سياسي براغماتي أنا شاركت في 25 ومعنا وعند تحفظات الـ 25 إلى غير ذلك دعنا من هذا كله اليوم اليوم تم مصدقية المسار بكل هو أن قد ما يوخر رئيس الجمهورية قد ما يخليكم في موقع حراج أنكم تدافعوا وأنكم تبروا ربما معنى حراج بالعكس أحنا لدينا مسار دعينا لتشكيل الجبهة اجتماعية سياسية من أجل النضال مواصلة النضال لتحقيق المطالب اللي جابت 25 جويل وإحنا قلنا إذا كان لقينا الرئيس استجاب مرحبا بشي قارو إحنا فارتصف موضوعيا وإذا كان القناة هو معناها تلبشوا وليه ونضغطوا عليها أحنا معنى يعني أحنا بالنسبة لنحن في صمود معنى موقف مبدئي كما قلت أنت أنه أحنا استفاف 100% مع X ولا مع Y لأن أحنا مع المطالب من الشعب والمطالب هذه كان منعقل نهيش نجم تولي مختر إذن أحنا دورنا نعقل هالمطالب هذه مش تولي معقولة وأنها تنجم تقدم بالبلاد ونطرحوها للشركاء انتعنا اللي هما الأحزاب السياسية اللي هما المنظمة الوطنية والمجتمع المدني بصفة عامة إيجا هالمطالب هذه نتفق عليها ثم نعقل نوها ثم نمشي في تنفيذها بكقوة اكتراح في مرحلة أولى وأيضا منظومة القانونية وتعطي لرئيس الحق في أنه يعمل مرسيم يعني نحن في نفس الوقت ثم أصوات ترتفع تقول لك أنه لابد من أنه رئيس الجمهورية يشرك الناس يمشي للمقاربة التشاركية وبعدين أنت تقول ويعمل مرسيم هذا بالضغط نحن نشكر نحن قلنا قلنا أنه كل شيء هذا يجب يصير بطريقة تشاركية مع منظمة المجتمع المدني ومع الحزاب السياسية ما ينجمش رئيس الجمهورية ومع الكفاءة الوطنية سمحني لأنه زادة مهم أنه طوال المقاربة تعمل كفحت الفساد رأوا فما باش نفركوا الفساد رأوا فما بعض فما نظر فما مقاربة علمية فما حاجات معناها اللي جربت فنجحت في دول أخرى فما يزمش يكون ارتجال أنه إجا فما هذو ما عندهم مثلا الحديد أين مشوا نعملوا معناها عنده قيمة ولكن اللي عنده قيمة أكثر هو القوانين والهيكل وإحنا قلنا دايور كنتشوف البيان قلنا نطارب تشريك معناها أنه الرئيس الجمهورية ما يقعدش في عزلة ما يخليش أنه منظومة مقابل 25 هي تلقى حلفاء موضوعيين لأنه حتى ولو هما كما نشوفوا مثلا الوقفة اللي صارت مثلا الاتحاد خذها مسافة منها الحزاب السياسي خذها مسافة منها لماذا؟ لأنه ما همش حلفاء المنظومة الأقديمة هم بيدهم عندهم مسافة عليها ولكن إذا كانت تطور الأمور ويعطيك الصحة ولكن إذا كانت تطور الأمور ورئيس الجمهورية ما عرفش كيفاش ينفتح على المحيط خلينا نقوله القريب له واللي هو دعم واللي هو ضد منظومة الفساد ينجم بشوية بشوية الناس هدومة يتحولوا إلى حلفاء موضوعين للناس هدومة ويساهموا في أعادة منظومة مقابل خمسة وعشرين اللي أنا حتى أتوى حمل هامل من ينسمع فيه رغم كل كريتيك يقولك أحنا لا سبيل اللي عودت منظومة مقابل خمسة وعشرين هذين نجم نقوله خليها نقوله هاي نقطة مشتركة ما بين الناس الكل هات كيفاش نفعلوا هالمطالب هذي بشتولي مطالب حقيقية عقلانية وتنجم توصلنا إلى إصلاح المنظومة السياسية في البلاد إلى إصلاح ملفات الإرهيب هالا معناها حوصلت معناها تقريبا المطالب بش نجو نجحوا فيهم ما نقعدوش نستنيعوا في رئيس الجمهورية نجيون الناس اللي عندها هالمطالب هذي تهمها وتعنيها وطالب إصلاحها نلموا بعضنا في إيطار جبهة موحدة ونقوموا بدورنا كمجتمع مدني وسياسي في تفعيل هالمطالب هذي سواء كما قلت لك بالاقتراح أو بالضغط ونحن هذا دورنا نحن بالعكس ضد فكر أنه نقعدو في الانتظار ونستنيعوا بشي عم رئيس الجمهورية كان عمل به وكان غلط خلينا نكونوا عنا مقاربة إيجابية وهنا هذا نختلف معها اللي كنت نسمع فيه حامة أنه خذينا لا معناها من لول لا بطريقة سلبية ومن بعد هذي مش نحكيه ضد عودة المنظومة به هذي نكونوا إيجابيين هون معناها هو بيدوا طالب معناها جبهة معناها منفتحة لكن خليوها تكون بالمعنى الإيجابي بالمعنى أنه قدم مقترحات يعني قود وقدم مقترحات خير من تكون معناها جبهة الضد لأنه كنت تدخل في جبهة الضد أنت موضوعين تقعد تختم في موضوع مقبل 25 جيه لكن جبهة الضد أيضا أنت قلت بحول أرضية حول ربما ما هو آجل وما هو عاجل اليوم ما يجي يقول لك ثم وضع اقتصادي صعيب ثم وضع سياسي صعيب ووضع اجتماعي صعيب يعني إذا كنت قد نحكي سياسة ومراسيم وتشريعات ونحن نرجع البرلمان نحن ندرسة 50 ثم استحقاقات الناس تستنى باش ضمن لها العيش الكريم وبالتالي هو يقول لك عندي مثلا فكرة أنك تجمد الديون أنك شسمها في ضريبة الكوفيد إلى غير ذلك يعطيك مقترحات عملية للعاجل والأجل بطبيعة الحال يقول لك هذا في طار حوار كبير وفي طار إرادة الشعب وإرادة العمل للجماع إلى غير ذلك هو لعيش أحنا قلنا الحكومة معناها يلزم معناها الرئيس الجمهورية في أقرب يكون يصير معناها معناها تنسيب حكومة تكون معناها رئيس حكومة يكون الحق معناها من الخبراء الكبار في الاقتصاد عنا الأخبار شكرا لك شكرا لك نكمل المرة شكرا لك حسين الحام ونسق عام اتلاف سموت وقضوا على المجدد الوطنية التونسية عندكم مع نشرة الأخبار